هنا بقى ناخد أسدزة متخصصين في الطرق والمحاور والمطارات دكتور عبدالله أبو خضر أستاذ هندسة الطرق والمطارات والمرور بكلية الهندسة جمعة بني سويف أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا بحرارك سنئوس بوشدينك كراب أهلا بحضرتك يا دكتور عبدالله دكتور عبدالله بخصوص الزوبعة التي ثارت على مواقع التواصل الاجتماعي وشارك فيها بعض من الشخصيات العامة مع الألم والأسف وقال لك الطريق ده ولازم وحرام والمليارات اللي اتصرفت هو الطريق ده فيه مشكلة يا فندم هندسيا يعني طبعا بس في البداية خليني أقول لحرارتك وكل المصريين وسهلا الرئيس وجيشنا عظيمة الشروط نظر السلة كل السنة ومصر كلها بكل خير بمناسبة 36 بمناسبة عودة مصر لمصريين مرة أخرى صحيح الحاجة الثانية خلينا نقول أن ما يحدث مصر هو ضرب من ظنوم الخيال ما كلنا بنطمح وبنحلم به بيتم على أرض ووقع في وقت الحالي بفضل القيادة الحكيمة والأمينة اللي أخذ على ثقة المسئولية منذ 2014 حتى الآن وخلان نقول أن بفضل الرؤية المتقبلية الصائبة وما تم في ثمان سنوات الماضية من بناء في مجال البنية التحتية وبالأخص في مجال النقل كركيزة أساسية للأمام المستدامة كان سبب في تواجه للثمارات من الشرق والغاد للدولة المصرية بعد رفع بركز الثقة بشكل كبير بناء على المشروعات اقتصمية الضخمة وبفضل رئيسها اللي متواجد دائما في وسط أبناء وقديم الصعوب وخلينا نقول أن المنطقة الشمالية الأربية من المناطق الأكثر جذبا للثمار متوقعة فيها ثمارات ضخمة جدا وخصوصا بعد ربط البحر الأحمر البحر المتواصل بكترة القرباء السريع وتمانا معظم اليوم فدان منطقة كرة الزيائية مجموعة من الثمارات بأشكال وأمات مختلفة فكان لابد من تحليل الحركة وإعادة تشكيل المنطقة مرة أخرى بناءا عليه تم عمل مجموعة من شبكات النقل اللي موجودة في طريق أو في منطقة الشمالية الغربية أنا نقول أني عندي القدار السريع هيصل لمرصة مطروح عندي مجموعة من محاور لربط الكرة الصحامة بعضيها مع شبكة طرق بمنيت على مين؟ كأكبر مدينة من مدن الجيل الرابع كالمدن الزكية على وسط المنطقة كلها فكان الطريق اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي هو من كيلو مية واحد بكيلو مية تتة وخمسين بواقع خمسة وخمسين حارة خمسة وخمسين كيلو بقاسف تم عمل تسع كباري دوران خلينا نقول أن لو أسمنا الخمسة وخمسين كيلو على التسعة يعني تقريباً كبري كل ستة كيلو وده مطابق للموطفات مش زي ما كان بيتقاب كير من المدخلات كير من التعليقات كل بين الكبري وكبري 35 كيلو المسافة لك تخطف تسة كيلو وده عشان نرحرر الحركة بسكل مفيش فيها في قطعات بحية ومطابق للموطفات فده احنا نتغليم في الرمج اللي متفق عليه تبقى للموطفات يجي ليه الشكل دولة الدورانات وده شكل متعارف عليه موجود في دول كتير موجود في جسراء موجود في فرنسا موجود في اليابان موجود في أمريكا موجود في السعودية في الخليج جنبينا هو عبارة عن بالتأمين الروتري أو بالتأمين البرد الصينية أو الضوار في الخليج بيتموت دوار أيها الضوار ودايما بتقايف العرامات الالسفلية في الخليج وليس دوار لأنه هو الحركة فيه تبقى في اتجاه واحد عكس عقارب الساعة ولو أنا طالع وفي عربية بتلف لازم أحترم العربية لعلى الضوار هذا النوع من التقطعات هو حرر الحركة بشكل كثير حيث أنه بيسمح للطلوع والنزول من سواء الطريق الرئيس أو طريق الخدمة بحيث مش كانت تزول في طريق الخدمة أي مناطق إذا تتطلق في كل خدمة أصلا هياخد مناطق وأنصطة كثيرة يبقى مزاحة فأنا مش عايد أزوج التكتلات أو كثبات مرورية في طريق الخدمة بشكل كبير سمحت الحركة إنها تطلع وتنزل مع طريق الرئيسي دون الحاجة لنزول في طريق الخدمة العلامات من الرشبية الموجودة والمشارات المشارة المرورية اللي تزلت بتقوم سرعات تقفضها من 100 للتأمين للطريق الملكة تزبوط للنقل الجماعي ول60 للعربيات النقل الفيل واللي تم حظر حركتها على الطريق السريع نهائيا من مرينة وحتى طريق جديد وتم سمح لها بالحركة على طريق العالمين الجديدة وبالتالي رفع درجة الأمان الموجودة على الطريق وحرر الحركة بدرجة جديرة للعربيات الملكة فده سهل الحركة ساعد على الدخول والخروج من الخدمة للرئيس الساكل طبعا بيتم احترام الأنشطة الموجودة من كرة سيحية ومداخلها بحيث انها مستعرض مع الكباري الموجودة على الطريق وفي نفس الوقت يكون فيه سهولة وسهولة مررية تسمح للحركة بدون اي عواص وطبعا انا بقول لها حسناتك طريق 6 حراط بالاتجاه الواحد بطريق الرئيس واربع حراط بطريق الخدمة انت بتكلم عن حراط حراط كبير جدا طريق متخطط لأكتين سنة قدام كل ده بيتم واحنا بنشوف دلوقت ان ثمرة اللي بيتم ده على الأرض من خلال استمرات ضخمة بتيجي وبنصوفها وبنلاحظها من مشروعات فهمها ضخمة بتاعك بطح فرص عمل بتاعك لجميع خلينا نقول لحضرتك برضو مشروع من المشروعات اللي حصل عليه لغة كبير جدا وحصل فيه كلام كتير جدا ودلوقتي احنا بنلمس قائدة هذا مشروع وهو ازدواج قناة السويس حصل كلام كتير جدا عليها ساعتها واحنا ليه واحنا كده كده حركة تجارة بتمر من عندنا وما بيش أي مشاكل خلينا أقول لتجارتك دلوقتي بعد 8 سنين خريطة العالم اتغيرت حركة تجارة العالمية وخصوصا للمواد البترولية والطاقة بعدما روسيا قافلت على أوروبا دلوقتي أوروبا كل الطاقة بتيجي من مطلس سارقة أوسط بتحتق قناة السويس روسيا بتصدر البترول والرجال بتوحها للصين والهند عن طريق قناة السويس زاد يعني زاد الطلب على الحركة من خلال قناة السويس القناة قدرت توفر أكتر من 11 ساعة انتظار للسفن والحاويات اللي بتعدي من عندنا فده زود عدد السفن اللي بتمر من قناة السويس ده معناها دخل جديد معناها استثمارات جديدة معناها مناطق صنعية جديدة معناها استفادة بشكل كبير ولو ما كانتش القناة الجديدة اتحفرت كان حصل مشكلة كبيرة في مصاري التجارة العالمية قناة السويس بتتعدي فيها تقريبا 14% من حجم التجارة العالمية و22% من حرك التجارة في حوالات على مصاري العالم صحيح فسيادتك احنا خيريا نقول ان كل المشروعات والقفاضات اللي بتحصل انت سيادتك بشهادة عالمية انت قفضت 90 مركز في جوز الطرق حصل تقليل لنسبة حوالات اكثر من 40% ما كانت عليه دي مشهادات عالمية طيب يعني يا دكتور مش هلطة نمشي بنفس النمط القديم ده كلام اكتر من رأي يعني يا دكتور طريق السحل الشمالي ده من وجهة الدكتور عبدالله ابو خدرة استاذ هندسة الطرق والمطارات والمرور الطريق زي وزي الطرق العالمية اه طبعا مجيش فيها اي مشكلة خالص انا اخدها ستيتمنت وطريق تحت الانشاء ايوة يا فندم والطريق لسه زي تصريحات تات الرئيس ما قالها واحنا بنأكد عليها الطريق لسه تحت الانشاء ما انتهاش اذا كان محتاج فيها على فكرة رادارات سابتة ومتحركة وكاميرات لمتابعة الحركة وضبط الحركة كل ده بيتم على الطريق ولكن الطريق لسه ما تسلمش يا فندم وبالرغم من كده ساعتك زي ما قلت في اول برنامج بتمشي في كم من الارشادات والعلامات الارشادية الموجودة على الطريق غير عادل صحيح صحيح وقليلا اقول كمان احرضك ان المسيطة الزرر بشكل اكبر لان اغلب مرتادي هذا الطريق او مستخدمي مش من تقام المنطقة ناس جاية صايف في المنطقة فطبيعي جدا اتجاهات الحركة ودي اول مرة استخدام وده لو كان استخدمه اصلا بالضبط والله دكتور يعني انا عايز اشكر حضرتك جدا دكتور عبدالله ابو خدرة استاد هندسة الطرق والمطارات والمرور بكلية الهندسة جامعة بني سويف هو عمليا الصيف ما بدأش طيب وعمليا الناس اللي بتستخدم الطريق اللي بيستخدموه يعني ده دي اول مرة طيب انا عدت عليك كم مرة دول عشان شغلي ليس ايه اللي طيب سيبك من شغلي يا عم انا بصير ببلبط مش دي قص انا سؤت انا وانا اتحدى حد يقول لي حد يقول لي في الناس اللي بتنتقد دي انا سؤت وانا مش مبسوء يا راجل يا راجل والله 99% من حجم الهوسة دي ناس ولا عتبت الطريق لكن هي زيطة نعز زيطة معزة مفيش بعد كده يلا بينا نزيط ونعيس واي لغوفة بيقولوا اليومين دول يلا بينا بنزيط على الطريق يلا كله يزيط على الطريق بكرة هنزيط على حاجة جديدة برضو ماينفعش شعب شغال غير شعب زياط انت بتهدم نفسك بالمناسبة اللي بيزد دا انت بتهدي هو عمليا الطريق دا بتاع حضرتك مش بتاع حد الطريق دا ملك سيادتك الطريق دا معمول لمصلحة حضرتك يقلل الفقد في الارواح يقلل حجم الاصابات يقلل حوادث قدر الامكان يعني قدر الاستطاع الطريق بيقول يا راجل يا راجل ميدان في الهوى واقف عليه خدمة عشان ترشد سيادتك يتعمل ايه تاني ترجمة نانسي قنقر